معنا على الهاتف لعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي كابتن مرجان أهلا بيك الله يخلي كابتن عادل إزاي حاليا كابتن ده إبراهيم المنسي اللي براحب بك أنا لسه أنا حراحب بك لسه ترخيط تاني خالص حلو الطريصة دي مش كده إبراهيم إزاي الصح ما أنت خلي بالك إن إبراهيم هو الكابتن لا لا إزاي بقى وده الكدش ربنا أديكم الصحة ويخليكم هنا والإزاي أهلي ودائما نتعلم منكم والله ربنا دائما وفع كابتن محمد قولي يعني ملامح الخطة الإنشائية إيه اللي تم منها دلوقتي وإيه اللي جاي في المرحلة اللي جاية مبدئيا هو إحنا الفترة اللي فاتت طبعا يعني الست شهور اللي فاتت كنا بنذت بالبيت من الداخل وطبعا أنتم تابعيننا كويس جدا من الجهاز الفني الكورت القدم وده كان الأهم والتشكيل الإدارة التنفيذية للمشاط الرياضي لتوفير الدعم لكل الأجهزة الرياضية والإدارة التنفيذية بعد الاستكمال الملف ده بالكامل التالي نخش بقى بنهدم ونتابع الكابتن الخطيب عن كسب وعضاء مجلة الإدارة بالكامل المشروع أو برنامج الانتخابي اللي هو برنامج عائلة النادي الأهلي بخطواته بطرق تنفيذه وإزاي الحمد لله رب العالمين إحنا يعني بنتحرك بخطة ثابتة الحمد لله إحنا فيه ستين في المية من برنامج الانتخاب العائلة النادي الأهلي على واقع التنفيذ أو في واقع التنفيذ وأهم حاجة في الملف ده في إعلان كان إن مشروع الإنشاءات العملاقة اللي هم نعملها في تطوير البنية التحتية وفي تطوير البنية المناطق الجلوس لمنطقة ترفيهية ده بالنسبة لمنهية ناصر لتكيس سلطة الكردية عشان خطر الألعاب اللي فيها أعضاء كتير من النادي الأهلي أبناء النادي الأهلي على التوازي برضو عمالها الدورية بالنسبة لحاجات اللي بيتمثل عضو إحنا شغالين فيها برضو على قدم نصدك الحمد لله رب العالمين مهمة أو دي سيد العميدي يعني إن الصيانة تمشي في توقيتات عشان العضو لا يشعر بأي نوع من يعني خلل في الخدمات طبعا أنا طبعا وصلنا بالعائلة النادي الأهلي وعضاء الجماعة العمومية احنا بنعتذر وليك وطبعا على الإدعاء بس احنا بنحاول بقدر الإمكاني بأموسم الصيف بالنسبة لنا ما نقصرش على حد من أولادنا أو من عائلاتنا والحمد لله احنا لفترة التي تتبعنا الشاشات العملاقة التي تركبت على مستوى الثلاث فروع قدمت خدمة لأعضاء النادي الأهلي إزاي وطيوبهم كمان في المباراة المهمة والحمد لله كانت قصرة النادي الأهلي وعائلات النادي الأهلي كانت بتجتمع والده مش شدي وفي نفس الوقت يقول حيك على التوازي احنا بنحاول نطور كل ما هو منشأة بتمثي خدمة العضو للأفضل على طول في قطاع من الخدمات شغالة بلدها تنتزيها شغالة بتتابع في قطاعها تنتزيها شغالة طيب نحاول نشأل على التوازي وده الكلام اللي احنا قلناه للكابتن الكابتن الخطيب انت عارف فقيف جدا جدا ومجل صدرته معاه على طول في ضغط مستمر لأنه ملتزم بتنفيذ البرنامج ومش عايز يقول كلمة متتنفست الحمد لله في ضغط احنا بس الأمور كلها بنطمن الناس ماشى بشكل خواسي مكمية نصر الأسوار التلتبان كان عندنا أكتر من اجتماع مع المشاهد الهندسي المهندس السامع وأكتر من لقاء الرئيس النادي عملهم ونقاب رئيس النادي وأمين السندوق وأعظم اجتزارة مع جهاز المشروعات الخدمة الوطنية واحنا كنا يعني التركيز الأول كان على جهاز في المشروعات الخدمة الوطنية بقوات المسلحة نتيجة طبعا احنا فين كلنا الالتزام والجبدية في العمل الحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس ممكن اخر اجتماع كان امبرح بالليل بعد الهدف اللي وحضرنا على الهامش بطلت استباحة لتكريم اولادنا بطلت القاهرة وتابعنا لهم الارقام اللي حطموها فكان فيه اجتماع مع المشتر الهندسي المهندس سامح علي كامل وان شاء الله بإذن الله هيقدم تقرير في جلدة مجلس الدارة المفتوحة اللي هتقام الاسبوع سنعقد الاسبوع القادم بإذن الله عشان خاطر بيقول الموعيد اللي هيفتدي يستلم فيها المجلس المناطق اللي احنا شغالين فيها تي حاجات ان شاء الله بإذن الله هنتلمها يوم 15-9 بالنسبة لمدينة ناصر بالنسبة لمنطيقة الأسوار او جزء منطيقة الأسوار ان شاء الله بإذن الله نشتغل البوابة الرئاسية في مدينة ناصر بإذن الله بداية من 1-8 عشان كده انا بقول وبناشد أعضاء الجماعة العمومية أرجوكم استحملونا أرجوكم إن شاء الله بإذن الله يعني الغمور هتبقى أفضل بكتير بس هنيجي على نفسنا لأن دي مشروعات ضخمة مشروعات كبيرة مع وعد مننا مع وعد من الإدارة التنفيذية هو ده اللي الكابتن يعني حاب يسمعهم بارح سواء من الإدارة التنفيذية اللي كانت معاه متماسرة فيها متماسرة فيها حسن ما تعود أو الإدارة الهندسية اللي مفيش مساس للأعضاء واللي احنا بقدر الإمكان نوفر كافة طبل الرحلية يعني وإحنا بنشتغل ما نأثرش في الخدمات الرئاسية للعضو تمام يعني حتى عشان خاطر نبدأ في البوابة الرئاسية في مئة نصر دي ده كانت فيها نقاش فيه أخذنا تي ساعة ونصر لدارة التنفيذية مؤترض على حاجة لدارة الهندسية لغاية ما كابتن الخطيب وفق يعني وفق بين الطرفين وفي الآخر خالص زي ما كابتن دايما بيقول عائلة النادي الأهلي أو إحنا ما فيش حاجة كابتن عدل وانت أكتر واحد وانتو اللي علمتونا كده بتتعامل من يوم وليلة لا بيبقى فيها نقاشات وفيها يعني اجتماعات وفيها دراسة عشان خاطر أما ناخد قرار يبقى كلنا مشتركين في القرار وكلنا بننفذ وبنقوم على خدمة هذا القرار البوابة دي إن شاء الله بواد النادي الأهلي وخبار السن عربات كلها نحاول نزوزها شوية هنوفر كل سبل الراحة بحيث برضو ما يحسوش بإزعاج خلال الفترة أو موسم الصيف وإن شاء الله وعد المشاريع الهندسي اللي في أقل من 30 يوم أو 45 يوم بيكتير هيكون البوابة الأساسية قوامها دان فدي برضو بحد ذاتها هيبقى إن شاء الله إنجاز يا أخي أنا مش أدر أستنى الله عايز تشوفوا البوابة دي يعني إن شاء الله إحنا كلنا يعني يعني حلم وكلنا بنتمناه لأخلحت النهاردة البوابة الخلفية بتاعة مدينة ناصر النهاردة الأسوار حاجة تفرح يوما ما هتخلص إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هيكون لائف بالنادي الأهلي ولائف بعائلة بالنادي الأهلي وأعضاء الجمال العمية فهو ده اللي إحنا شغالين في بالنسبة الإنشهاد بالنسبة على مستوى الجزيرة في صالة القراطين إن شاء الله بإذن الله المفروض اللي إحنا هنستلم هذه الصالة قائمة وشكل قائم بالكامل بداية من شهر عشرة وهنستلمها استلام نهائي لغسرة القراطين برضو إن كانوا سلطة القراطين وغدا يعني حيز اهتمام كبير برضو من المجلس صدرات النهاردة الأهلي هنستلمها إن شاء الله بإذن الله قائمة والناس وولادنا كله يتمنون فيها يبقى في شهر 12 بالنسبة الأسوار النادي الأهلي برضو هنستلم الأسوار من اتحاد الكورة لغاية البابا الرئيسية في 15-9 هتكون بالكامل جهزة وبالنسبة للجزء الباقي متبقي هنستلمه بداية من شهر عشرة وهنبدأ نخش الناحية التانية على الأسوار الرئيسية والبابا الرئيسية النادي هنأجل النادي لأهلي الجزيرة فقط لغير هنبدأ فيها إن شاء الله بإذن الله بداية من نص 11 أو نص أو أول 11 إن شاء الله يعني فيه توقيتات زمنية شغالين فيها مع المنشار الهندسي والحمد لله مع برضو يعني بنؤكد احنا ملتزمين على التوازي بالمنشآت راحت الأعضاء والحيوية اللي هي بتمث العضو يوميا انت النهاردة هتلاقي لأ فيه النهاردة مجموعة مطاعم بنشغالها لخدمة العضو على مستوى الثلاث فروع بنحاول نتحرك فيها بشكل كويس بنوطل النهاردة بنغير الشكل العام الخدمي اللي بيقدمه لدارة التنتزية لأعضاء النادي الأهلي وإحنا دايما بنهيب بأعضاء النادي الأهلي اللي هم برضو بيتعاونوا مع لدارة التنتزية ولو فيه سلبيات احنا موجودين ما كتبنا في 24 ساعة بنتابع السوشال ميديا كويس والله يا ساد العميد أنا موصود كمان لأن فيه تطور في اللغة يعني سمعت عن كتب وبينهيب وشغل عالي قوي ربنا أنا أتلميذك يا كتب مركز معاكم والسرسال بسم الله ما شاء الله ده دل على الصدر ما اللي بيسترسل ده صادق بقى ما هو بص أنتوا علمتونا في النهار الأهلي اللي هم أعرفش نجذب وعلمتونا بنا أويك وانت وجهازك التنفيذي أداه ودود يعني يا ربي خليك لينا وربنا يكرم يعني دي على مستوى الإنشاة إن شاء الله بإذن الله يعني تبقى حاجة كويسة ده للأعضاء للجمهور بقى كابتن مرجان الجمهور المباراة جاية مع تاون شب الناس كلها بتسأل إيه الحضور إزاي يقدر ياخد تذكرة العدد المسموح به الإجراءات كلها تقولهم إيه إحنا الجمهور طبعا أنت عارفه زي ما كابتن يمكن قال كلمة من دقائق قليلة كلمة موجهة الجماهير النادي الأهلي اللي إحنا من أول يوم واغدين على عطقنا اللي إحنا عودة الجماهير للملاعب طبعا لازم نبحطين في حسابنا كويس قوي يعني داع وبنشوف بطولات أفريقيا وبنسافر مرة وبنشوف ما فيش أمن وما فيش حد هيرجع الملاعب أو يخش أي منشاء ليفتة كبيرة شعارها السلامة أولا والأمن أولا إزاي إحنا بنحترم الأمن بتاعنا إزاي الأمن بتاعنا بتعاون معنا عشان خطر جماهيرنا ترجع طبعا إحنا مهما نقول ومهما نعيد دون ما الناس هتبضل ما عندهاش قناعة إزاي تبصل بين السياسة والرياضة إزاي تبصل بين التشجيع في رئيبي وبين التهاكم على الآخرين هو ده اللي إحنا النادي الأهلي متحمله وهيبقى الرائد فيه اللي إحنا بننبذ التعصب إحنا عايزين نشجع في رئيسنا فقط لغير ما لنجدعه بحد ده النادي الأهلي ده المبادئ اللي تربينا علينا اللهي أنا شايف إن بإذن الله زي الأهلي ما بيعلم جمهور الأهلي حيكون هو رأس الحربة في عودة الجماهير بإذن الله بإلتزامه والنموذج المحترم اللي حيقدمه بإذن الله وده الرهان يا كابتن عدل الحقيقة اللي إحنا متحمله على عاطقنا وده الرهان اللي كابتن الخطيب بيحمله على عاطقه اللي بيأكد إن الجمهور النادي الأهلي جمهور واعي لو في فترة من الفترات كان فيها أي مهاترات أو كان فيها أي مشكلات إحنا برضو بنقول الجمهور النادي الأهلي واعي بيتابع الزمن وبيتطور مع الزمن إحنا نخلي بقى لحياتك تنعادل الجماهير اللي حب نتكلم عليها واللي حب نعشقها وبنحبها على مستوى العالم لها تطور زمني إحنا بس بنتخب لا الجمهور كل الجماهير على مستوى العالم كان فيه أحد الشغب إزاي بتتعالج كانت الدولة وكانت الأندية بتتحمل مسؤولياتها الاتحادات بتتحمل مسؤولياتها وده أنا قلت ومبارح يمكن كان فيه ورشة عمل عشان خاطر عودة الجماهير كان فيها اللي هو صارت فيه مدير التنفيذي لاتحاد كورت القدم وكان فيها الحجر حمود الشامي كان موجود يعني ببساطنا اللي هما برضو عايزين يعملوا كارت شافوه اسمه الفين اي دي اللي هو بيستطبق بروسيا اللي النادي الأهلي كان واخد خطوات وشغال فيها انت النهاردة بتقول ماتش بتوانا وماتش وهو ده اللي احنا قلناه للجماهير انت النهاردة طالما انت بتدخل بياناتك بشكل آمن والنهاردة خلاص انت متموح لك بيكشف عليك يعني طريق موسطة أجهات معينة بتديك الكلير الأمني خلاص انا بالنسبة لي بقى متموح لنبقي التذكرة في تعليمات بتتحط تعليمات الحاجة بتلتزم بيها النهاردة احنا بنتفر برا بنفس هذه التعليمات طب ما بنفسزاش بلدنا ليه صحيح الجمهور دوره الهن الأساسي الوقوف في ظهر في رقيته الجمهور دوره الأساسي الجيع وهتاب في رقيته الجمهور دوره الأساسي اللي هو ازاي هتدفع عني زي ما بنقول الجمهور حماه هو حماه بقوتك وحماه اللي انت بظهره ومش حماه اللي انت بتضهره حماه بس الحماه اه انا اسف عن اللغة شو بتانت بقى اللغة اللي هو في الحصة دي. حماة. 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 لا حماة ده فعل. حماة ده فعل ماضي. ايوة. يا حماة على طوب. حماة. فيا قصة يا كابتن عادلي النهاردة انا مش عايز الجمهور دايما عايزوا بقى مصدر قوة وليست مصدر ضعفلية. مش عايز حد يمسك حاجة اللي احنا يقول لنهاردة الجمهور احنا خياتين من الجمهور. خلينا واضحين بصراحة الامن نفسي رجع جماهيره. وعندك وزير شباب ورياضة النهاردة الدكتور أشرف صبحي يعني واخد الملفة على عاطقه. الدولة بالكاملة نفسها ترجع جماهيرها. النهاردة الجماهير اذا ما كنتش هتقدم النهاردة الضماناتك كاملة اللي انت راجعه على قدر من المسيح. اشتركوا في القناة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر